تبلغ من العمر 48 سنة والأخرى امرأة تبلغ من العمر 38 سنة وكل الحالتين تماثلت للشفاء تماما هل يتكتم الحوثي على إصابات كورونا في مناطق سيطرته؟ بات هذا السؤال مطروحا أكثر من ذي قبل فالمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير صحة حكومة الانقلاب في صنعا أظهرهم في حالة من التخبط والعيز عن التعامل مع الكارثة شهادات نشطاء وأهالي المرضى في وسائل التواصل الاجتماعي تكشف جانبا من الكارثة التي تعيش صنعا ومناطق سيطرة الحوثي فطريقة انتشار الفيروس مقارنة مع بقية الدول تختلف تماما عن الصورة التي يريد الحوثيون تقديمها عن مدى انتشاره في مناطق سيطرتهم حيث اعترفوا يوم أمس بحالتين فقط قالوا إنهما تماثلت للشفاء الملفق الصحية تبدو عجزة حتى عن توفير وسائل الحماية الشخصية للطواقم الطبية وهناك معلومات تقول إن طبيبا يملك واحدا من أهم المستشفيات الخاصة في صنعا قد توفي ويمنع الحوثيون أسرته من دفنه أو إعلان وفاته يضاف إلى هذا شهادات تشير لسوء تعامل الميليشيا مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وزير الإعلام في حكومة الشرعية قال إن الحكومة أرسلت امدادات طبية لمختلف المحافظات بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي لكن الجماعة كانت قد نهبت حتى الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية وكانت في طريقة إلى عدد من المحافظات حيث وزعتها على قياداتها وعناصرها لبيعها في السوق منذ أكثر من شهرين يعيش العالم حالة طوارئ عصفت بأقوى الدول وأرقى المجتمعات وتوقفت عجلة النمو الاقتصادي بسبب إجراءات الدول في مواجهة انتشار الفيروس لكن ميليشيا الحوثي اختارت طريقا مختلفا عن العالم حيث استبدلت التدابير الطبية بإجراءات قمعية أمنية استهدفت المرضى وأهاليهم إضافة للأطباء ومساعدهم